مستمعوا الكريم أنني أحدثك من هذا المكان محذرا ومنذرا لأن هناك بعض العلامات إذا وقعت لا تنفع معها توبح مهما صنعت هناك بعض علامات الساعة إذا وقعت والله لو بكيت دما والله لو ظللت طوال يومك وليلتك تبكي وتتوب وتستغفر وتخر راكعا وساجدا لله عز وجل فإن الله عز وجل لا يقبل توبة تائب إذا جاءت هذه العلامات أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستخرج نار نار عظيمة في الحجاز هذه النار لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز قال تضيء لها أعناق الإبل ببصرة يعني أهل الشام شوف تخيل الآن في الشام يرون هذه النار وهي تخرج في الحجاز عند المدينة وهذه أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته هل هذا حصل أم أنه سيحصل هل سننتظر هذا اليوم أم أنه قد أتى في القرن السابع الهجري قبل تقريبا يا عبد الله أكثر من سبعمائة عام خرجت هذه النار ووقعت وكان بعض أهل العلم قد عاصر هذه الأيام خرجت نار عند المدينة وسبقت هذه النار زلازل ارتجفت فيها الأرض والناس يخافون ما هذا الزلزال وخرجت أصوات لا يعرف الناس ما سببها ينظرون إلى السماء والأرض ترجف تحتهم أيام قيل ست سبع أيام والأرض تتزلزل من تحتهم ثم فجأة فإذا النار تخرج عندهم في الحجاز وهم في المدينة يرونها والنار بالقرب من المدينة تخرج من الأرض ثم ترتفع ثم تسير في الأرض كالأنهار نار وحمم وجحيم تخرج النار من الأرض والناس يتذكرون هذا الحديث وعلموا أن الساعة قد اقتربت فذهب بعض أهل العلم إلى الأمراء وإلى الحاكم ينصحونه في الله ويذكرونه ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر فإذا بالناس يبكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع الأولاد والنساء والشيوخ والرجال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حتى الأمراء والحكام حتى الأغنياء كل الناس قد تجمعوا في مسجد النبي بين تائب وعابد ومصل وخاشع وذاكر وباك وساجد أرجع للناس مظالمهم تحللوا من المظالم أرجع للناس حقوقهم تابوا إلى الله جل وعلا حتى أن أحد العلماء كتب شعرا يصف تلك الحال عند المسلمين يقول يكاشف الضر صفحا عن جرائمنا لقد أحاطت بنا يا رب بأساء نشك إليك خطوبا لا نطيق لها حملا ونحن بها حقا أحقاء زلازل تخشع الصم الصلاب لها وكيف يقوى على الزلزال شماء أقام سبعا يرج الأرض فانصدعت عن منظر منه عين الشمس عشواء بحر من النار تجري فوقه سفن من الهضاب لها في الأرض أرساء كأنما فوقه الأجبال طافية موج عليه لفرط البهج وعثاء ترمي لها شرارا كالقصر طائشة كأنها ديمة تنصبها طلاء تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت رعبا وترعد مثل السعف أضواء لن تقوم السعف حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة حصل هذا يا عبد الله قبل أكثر من سبع مائة عام ماذا ستصنع الآن ماذا ستفعل الآن يا عبد الله وأنت تسمعني وأنت الآن ترى أن العلامات كثير منها قد ظهر وكثير منها قد انقضى يا عبد الله إن كنت قد فردت في الصلاة فاستعد من الآن واشتهد من الآن إن كنت قد هجرت القرآن فابدأ بتلاوته فإن الساعة قد اقتربت إن كنت لازلت تصر على بعض الذنوب والمعاصي نصيحة لله يا ربي أنصحك لله جل وعلا من الآن تب منها تذكر ذنوبك تذكر بعض المعاصي تذكر يا عبد الله بعض الآثام التي تصر عليها وقل لنفسك ماذا تنتظرين وماذا ترقبين هل تنتظرين أن تقوم الساعة على رأسك لتتوبي فهل ينظرون إلا الساعة فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم ألا ترى ما حولك من علامات الساعة يا عبد الله؟ ضياع الأمانة يأتي على الناس سنون سنون خداعه والله أنا أجزم وأنا على يقين أن هذا الزمن هو الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كيف لا؟ والخداع نراه حولنا في كل مكان الكاذب صار صادق والصادق صار كاذب انظروا في الإعلام بدأنا لا نثق بأحد من الناس يصورون لك صورا وهي كاذبة وترى بأم عينيك رجلا هو كاذب لم يكن هذا هو الرجل سبحان ربي يتعلى الناس سنون خداعه يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيه الخائن ألا ترى يا عبد الله ما الذي يحصل اليوم كل ما تراه من حولك كثير منه علامات وأمارات وأشرات على أن الساعة قد آذنت بالقدوم على أن هذه الدنيا قد أوشكت على الزوال أخبر النبي أنه سيظهر مدعو للنبوح ثلاثين واحد كلهم يزعم أنه رسول الله وظهر منهم كثيرون شوف هذه الأمة بعد أن دخلت في الدين أفواجا أفواجا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الساعة لن تقوم حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبد الأوثان وصدق النبي وصدق النبي عليه الصلاة والسلام لحق كثير من هذه الأمة بل ومن العرب بل ومن أهل الجزيرة العربية مهبط الوحي لحق كثير منهم بالمشركين وانتسبوا إلى الشيوعية واعتنقوا الليبرالية وإذا بهم يدعون إلى العلمانية لحقوا بالمشركين بل عبد كثير منهم الأوثان وعبد الأصنام وعبد القبور وعبد الأحجار وعبد الخيوط وصدق النبي وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بل حدد النبي عليه الصلاة والسلام شوف التفصيل حدد أنكم سوف تتبعون اليهود والنصارى وتحذون حذوهم وتقتدون بهم قال لتتبعون سنة من كان قبلكم سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قال الصحابة اليهود والنصارى يعني حين نتبع اليهود والنصارى قال فمن يعني من غيرهم آخر الزمان تتبعونهم وتحذون حذوهم وتقتدون بهم وتتمسكون بهديهم وحصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سوف يأتي يوم يقبض فيه العلم كيف يقبض طبعا العلم يقبض العلم يقبض العلماء بل سوف ينتشر الجهل بين الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة قال أن يرفع العلم ويثبت الجهل وأخبر أن الأمر سوف يزداد ويدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا يعني خلاص الناس ما يعرفوا شيء لا يعرفوا شيء لا عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن الصدقات قال ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية لا إله إلا الله يا عبد الله أدرك أمرك يا عبد الله تدارك الأمر عليك بالقراءة عليك مدارسة لكتاب الله جل وعلا الذي يثبت أهل الإيمان سوف يأتي يوم يقبض الكتاب هذا الكتاب من الأرض بل سوف يأتي على الناس يوم سوف يأتي على الناس يوم يا عبد الله لا يعرفون حتى كلمة الله بل بعضهم يقولوا لا إله إلا الله لا يعرفون معناها يقول كنا نسمع آباءنا أدركنا آباءنا يقولوا لا إله إلا الله ما يعرفون حتى معناها وصار في الأرض اليوم بعض القبائل التي تنتسب للإسلام ما تعرف من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله لا يعرفون حتى معناها ولا شروطها ولا مقصدها يا عبد الله ماذا تنتظر يا عبد الله ماذا ستفعل الآن وقد علمت أن العلامات التي أخبر بها النبي أكثرها قد ظهر بل أنا أظن أن العلامات الصغرى كلها تقريبا ظهرت وربما البقية الباقية النادرة لن تظهر إلا مع الكبرى والعلم عند الله جل وعلا هل تطمع بعد هذا في الحياة إن كنت تطمع في الحياة فهاتي كم من أب صار في الأموات ما أقرب الشيء الجديد من البلا يوما وأسرع كل ما هو آتي الليل يعمل والنهار ونحن عم ما يعملان بأغفل الغفلات يا ذا الذي اتخذ الزمان مطية وخطى الزمان كثيرة العثرات ماذا تقول وليس عندك حجة لو قد أتاك منغصا للذات سوف يأتي على الناس الزمان تكثر فيه الشرط العساكر الذين هم يخدمون الظالمين جيوش وشرط وعساكر يكونون أعوانا للطغاة وللظالمين بل أخبر النبي أن معهم سياط كأذناب البقر طبعا هذا الذي أقول لك الآن وتسمعني يا عبد الله هذا وقع قبل قرون قد وقع قبل قرون كثير وأخبر بذلك العلماء أنه جاء شرط لعوان للظالمين والطغاة وكان معهم سياط يضربون بها الناس قال عليه الصلاة والسلام قال سيكون في آخر الزمان شرطة شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله فإياك أن تكون من بطانتهم هؤلاء صنف منهم يمسكون هذه الأسوات ولكن ربما اليوم اليوم أعوان الظالمين والطغاة الآن يحملون السلاح الآن يحملون المدرعات يركبون المدرعات الآن ربما عندهم بعض الدروع وعندهم العصي وعندهم ما يكهرب الناس وعندهم الأسلحة وعندهم القنابل المسيلة للدموع وعندهم وعندهم إياك أن تكون من بطانتهم إن كانوا مع الظالمين إن كانوا مع الطغاة يا عبد الله صنفان من أهل النار لم أرهما منهم رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها إباد الله من علامات الساعة التي إن وقعت يا عبد الله وخاصة إن وقعت في بلاد المسلمين فأعلم أن الأمر قد اقترب أتعرف ما هو؟ انتشار الزنا هل يوجد في بلاد المسلمين اليوم زنا؟ هل انتشر الزنا؟ أنا أخبرك من على هذا المنبر أن في بعض بلاد المسلمين الزنا يصرح له بالأوراق الرسمية مصرح له بالقانون فلانة وظيفتها زانية مومس عاهرة وبيوت يحفظها ويمنع الناس عنها القانون يحميها بيوت خصصة للزنا بل الربا انتشر في كل مكان بل هل سمعت يا عبد الله هذا كل من علامات الساعة؟ ليس فقط الربا؟ الربا صار اليوم الذي لم يصيبه من غباره الذي لم يأكل الربا حقيقة أصابه شيء من غباره بل يأتي على الناس زمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ليبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أم من حرام يا شيخ كل الناس يأكلون الربا يعني بس أنا كل الناس مثلي وبدأ الربا ينتشر في أفضل البلاد وجد الربا وانتشر الربا بل على بنيانهم السماء يحاربون به دين الله عز وجل بل الزنا يأتي على الناس زنا أيام الزنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال خيارهم يومئذ خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذه الحائط يعني يفترشها في الطريق يزني بها أمام الناس وأفضل الناس من يقول له يعني اختبئ وراء هذا الحائط وازني بها لا تزني بها أمام الناس مع أن الرب جل وعلا يقول ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا بل يروى في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتؤخذن المرأة فليبقرن بطنها اسمع للحديث وانتبه قال فليبقرن بطنها يعني بطنها يشق ثم ليأخذن ما في الرحم فلينبذن يعني يخرج الجنين ويرمى من بطنها ليش؟ مخافة الولد تجهد المرأة إجهاض يأخذ يشق البطن سواء قبل الرحم أو غيره ثم يخرج الولد فيرمى قال سفئتي هذا اليوم الذي تجهد فيه المرأة طفلها وابنها وولدها تلقيه وترميه وربما تقتله وتدفنه لماذا؟ قال مخافة الولد إنها لله وإنها إليه راجعون هل سمعت في بلاد المسلمين أغاني؟ معازف؟ موسيقى؟ أنا أقول بدأنا نسمع هذا حتى في المساجد وأصبحت الجوارات اليوم تدخل الموسيقى والمعازف حتى في الحرم هل سمعت في بلاد المسلمين بمغنيات؟ إن سمعت بهذا فانتظر الساعة أنا أقول أن المغنيات وصلنا إلى كل بيتنا اليوم إلا ما ندر بشاشات التلفاز وصلنا إلى جميع البيوت إلى غرف النوم على صفحات الجرائد والمجلات وفي الطرقات بل صارت المغنيات اليوم لهن الأموال والكرامة والشرف والعز والرفعة للمغنيات الساقطات يقول عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان يعني آخر شيء قبل أن تقوم الساعة خسف وقذف ومسخ قالوا متى يا رسول الله؟ متى هذا يكون؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات إنا لله وإنا إليه راجعون هل شرب الخمر في بلاد المسلمين؟ فكر وابحث في من حولك ليس الخمر فقط بل الآن بدأت المخدرات تنتشر حتى في جزيرة العرب هذه الأمور يا عبد الله اعلم أنها من الخبث الذي يؤذن بزوال الأرض ونهايته وأهلاك الناس ولو كان فيهم صالحون الساعة قد اقتربت ماذا أنت صانع؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الله يقول ساعة قريبة والناس يظنونها بعيدة هل فكرت؟ هل استعد الواحد منها؟ هل تجهز لهذا اليوم؟ يا أخي كلما قرأت لك علامة من علامات آخر الزمان نجدها وقعت ولأستمر معك إذا كنت لم تقتنع أن الساعة قد أوشكت وأننا ربما نرى نهاية الدنيا ونهاية التاريخ فاسمع إلى ما سأقول لك حتى المساجد لم تسلم الناس بدأوا يزخرفون المساجد ويباهي بعضهم بعضا بالمساجد وكل منهم يجمل مسجده بالزخرفة والألوان والبنيان لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد وصدق النبي عليه الصلاة والسلام تطاول الناس بالبنيان بيوتهم تطاولوا في البنيان وزخرفوا البنيان قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل وجاء في بعض الوايات يعني معاني بعض الأحاديث أنها تكون كالثياب المنقوشة ألا ترى البيوت؟ أي والله كألوان الثياب صفراء وحمراء وخضراء وزرقاء بل صارت البيوت الآن ألوانها جميلة وزخرفتها بديعة كل هذا علامة من علامات الساعة كثرة الهرج كثرة القتل ألا ترى اليوم هذه الأسلحة التي ألقيت على المسلمين في كل مكان أسلحة فتاكة بدقائق معدودة تقتل مئات الألوف من البشر هذا كله يا عبدالله علامة على نهاية التاريخ وعلى زوال هذه الدنيا ألا ترى ما الذي يحصل؟ السنة كأنها شهر ألا تذكر العام الماضي؟ كأننا اليوم من العام الماضي إلى اليوم كأنه شهر واحد سبحان ربي كم مضى من رمضان إلى اليوم؟ كأنه بالأمس ما الذي يحصل؟ يبدأ الشهر فينتهي كأنه أسبوع اليوم ما أن تستيقظ في الصباح إلا ويحل عليك الليل وينتهي اليوم ما الذي يحدث؟ إنها نهاية الدنيا يتقارب الزمان فتصبح السنة كالشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كيوم واليوم كالساعة والساعة كحرق السعفة فاستعد يا عبدالله ومن علاماتها قبل أن تقوم الساعة تتقارب الأسواق اليوم تستطيع وأنت في بيتك من خلال جهاز الكمبيوتر أن تشتري وتبيعة في العالم كله وأنت جالس في بيتك صار العالم كأنه سوق واحد الفحش والقطيعة وعقوق الوالدين وسوق الجوار كل هذا من علامات الساعة أن يتشبب المشيخة الشيوخ وكبار السن كل منهم الآن يريد أن يرجع إلى الصباح يريد أن يرجع للشباب وحمى حمى الرجوع إلى الشباب انتشر بين الرجال والشيوخ وكبار السن بل صار الناس يبحثون عن صبغ اللحة بالسواد وبقائها بالسواد بل حلقوا اللحة وصارت اللحية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كحواصل الحمام هذا في آخر الزمان يكون ما معنى حواصل الحمام هذه اللحية البسيطة التي تكون تحت الفم يحلق العارضان ولا يبقى إلا شيء يسير تحت الشفتين هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع يذهب الخشوع آخر الزمان ويكثر موت الفجأة أتسمع بموت الفجأة؟ فلان وهو جالس مات فلان وهو يلعب سقط ومات فلان فحصه الطبيب فقال أنت سليم مئة بالمئة ذهب إلى بيته فمات سبحان ربي الموت كثر موت فجأة قد انتشر صار الناس يموتون بلا سبب احتار الأطباء احتار العلماء يقولون ماذا وكيف مات لا ندري له سببا ما نعرف كيف مات ما الذي يجري ما الذي يحدث عبد الله انتبه حتى إذا جاء أحدهم جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ برزخ إلى يوم يبعثون كثر الموت يا عبد الله وقل التائبون وقل النادمون كن يا عبد الله مستعدا فإننا نعيش في زمان الأموات يموتون بلا سبب وبلا مقدمات من علامات قرب الساعة ونهاية الدنيا كثرة الزلازل نعم الزلازل تكثر وما نراه اليوم نسمعه زلزال كل فترة وكل زمن نسمع ونقرأ عن زلزال هذا كلها علامات على قرب الساعة بل سيقع بين يدي الساعة مسخ وقذف وخسف وقال أهل العلم أن هذا قد وقع وقع في كثير من البلاد خسف في الأرض وربما القذف ما نراه اليوم وربما يكون المسخ معنويا أو حقيقيا ثم أعلم يا عبد الله كلما اقتربت الساعة كلما قبض الله عز وجل الصالحين يقبض الله العلماء ويقبض الله الدعاء ويقبض الله الصالحين حتى تبقى حثالة وتبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا بل يبدأون من يتكلم في الناس ومن يقود الناس ومن يسير أمور الناس ومن ينطق فيهم الرويبضة الرويبضة قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله قال الرجل السفيح الرجل السفيح يتكلم في أمر العام رجل تافح رجل سفيح يقود الناس ويتكلم في أمورهم وفي شؤونهم يأتي على الناس زمان لا يسلم الرجل إلا على المعرفة يسلم على من يعرف أما الذين لا يعرفهم لا يسلم عليهم حص يا عبد الله أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف أن يظهر في الناس أن يظهر في الناس الكاسيات والعاريات وهل هذا وقع هل وقع في بلاد إسلامية متبرجات هل خرجنا النساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت فكر في هذا يا عبد الله وكن صادقا مع نفسك واعلم أن الله أن الله جل وعلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض هذه العلامات لينتبه الناس وليحذروا من هذه الأمور بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في آخر الزمان يعني في آخر أمة رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال يعني هناك يركبون على أشياء دواب تشبه دوابنا لكن ليست مثل دوابنا ليست إبلا ليست خيولا ليست يعني بغالا ليست حم يعني هناك يركبون على رحال لكن تشبه رحالنا على المياثر يعني يركبون على أشياء كأنها منازل كأنها بيوت ألا يوحي لك هذا بشيء يا عبد الله وأخبر النبي أنه لتتركن القلاص في آخر الزمان هذه الإبل والدواب يتركوها الناس طبعا يتركونها لأي شيء يا عبد الله قال وينزلون هؤلاء الرجال على أبواب المساجد يعني يدخلون المسجد قال نساؤهم كاسيات عاريات نساؤهم كاسيات عاريات عبد الله انتبح فنحن في آخر الزمان عبد الله تجهز فنحن نوشك أن نرى قيام الساعة عبد الله استعد وتب إلى الله جل وعلا لا تكاد رؤيا المؤمن في آخر الزمان تكذب رؤيا المؤمن في آخر الزمان تصدق وبين يدي الساعة ظهور القلم كل الناس يكتبون بل الطباعة قد انتشرت والناس تكتبوا الشيء الآن في بلدك وينتشر في الأرض جميعا وفي آخر الزمان يا عبد الله تكثر النساء ويقل الرجال وذلك بسبب الحروب كما قالوا وسبب القتل وسفك الدماء وقتل الرجال فيكثر النساء حتى يبقى للخمسين امرأة القيم الواحد حذيفة رضي الله عنه كان بظهر الكوفة كان يمشي بالكوفة ومعه رجل فالتفت إلى جانب الفرات كانوا حذيفة عند الفرات فقال لصاحبه كيف أنتم يوم تراهم يخرجون يوم تراهم يخرجون أو يخرجون منها أي يخرجون من هذه الأرض أهل العراق يخرجون من العراق أو يخرجون منها يجبرون على الخروج منها لا يذوقون منها قطرح لا يستطيعون حتى الشرب من هذا الماء من هذا النهر فقال رجل وتظن ذلك يا أبا عبد الله تظن هذا سيحصل قال ما أظنه لكنني أعلمه أي سوف يأتي هذا اليوم وسوف تحاصر هذه البلاد بل سوف تقذف من السماء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مدينة تسمى البصرة وما أدرى النبي عن البصرة أخبر أنه سوف يكون في آخر الزمان سيكون فيها خسف وقذف سوف ترمى من السماء بأي شيء ستقذف العلم عند الله ولا أظنك يا عبد الله غافلا عما يحصل تقول لي بعد هذا لما الناس لا ينتبهون لما الناس لا يستعدون غفلة وأية غفلة اقترب للناس اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون سمعت بالأخبار ورأيت برنامجا أن نهر الفرات الناس بدأوا يبحثون فيه عن الذهب وبدأوا يجدون فيه ذهبا كثيرا ينتشر الذهب في نهر الفرات اليوم وأنا أحدثك في هذه الساعة نحن الآن في عام 1424 للهجرة أتكلم معك بأن الناس بدأوا يجدون ذهبا في نهر الفرات وقرأنا تقاريرا كثيرة أن الفرات بدأ يتناقص وبدأ يقل اسمع للحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب لا إله إلا الله عبد الله انتبه فنحن ربما نرى علامات الساعة الكبرى إذا كان النبي حذر أصحابهم من رؤية الدجال وقال إذا رأيتم الدجال ففعلوا كذا وكذا ماذا نقول نحن اليوم بعد أكثر من ألف وأربعمائة عام ستعود أرض العرب مروجا وأنهارا سوف يخرج في هذه الجزيرة كنز كنز يخرج من هذه الأرض ولا أظن العالم اليوم إلا يتصارع على كنزنا وعلى خيراتنا قال عليه الصلاة والسلام أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ما الذي كان في أرض المدينة ما الذي كان يتكلم عنه النبي في هذه الأرض العربية وفي هذه الجزيرة المباركة في مهبط الوحي ماذا كان يقصد النبي مما خزن في الأرض وفي باطنها عبد الله أظنك الآن تعلم وقد رأيت هذا بأم عينيك العالم كله يتقاتل على خزائن أرضنا وعلى كنوزنا يقول عليه الصلاة والسلام قال لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهارا أخي الكريم اسمع لهذا الحديث هل حصل أولاً قبل أن أذكر لك هذا الحديث هل رأيت في مكة المكرمة بعض الأنفاق هل رأيت في مكة أنفاقاً حفرت بل هل رأيت في مكة عمارات شاهقة وبنيان عالي حتى بدأ يعلو رؤوس الجبال هل حصل هذا هل رأيت هذا إن حصل فاعلم أن الساعة قد أوشكت اسمع للحديث حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ولا أظنه يذكره إلا أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأحد أصحابه يقول إذا رأيت مكة قد بعجت كضائم يعني حفرت فيها قنوات وما أدرى عبد الله بن عمر بهذا قال ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك أي أعلم أن الساعة قد اقتربت يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون عبد الله سوف تخرج معادر مختلفة معدن منها قريب من الحجاز قريب من أرض الحجاز أرض يخرج منها معدن ربما يكون ذهبا ربما يكون غيره قال يأتي من شرار الناس يقال له فرعون رجل يكون على هذه الأرض يسمى فرعون قال فبينما هم يعملون فيه إذ حسر عن الذهب فأعجبهم معتمله إذ خسف به وبهم إن سمعت بهذا فاعلم يا عبد الله أن الساعة لم يبق عليها شيء وأننا على أبواب الساعة علامات الساعة الكبرى نعم أخي الكريم أخي المستمع أنا أقول لك هذا الكلام لتتشبث بدينك لأن النبي يقول أخرى الزمان فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر قال لأخر جنة الدجال عاث فيكم يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا يا عباد الله فاثبتوا القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة وكل من تقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضى الحكم الحكم بما أنزل الله قال وآخرهن نقضى الصلاة لأن الصلاة إذا تركت لم يبق من دين الناس شيئا لم يبق من دين الناس شيئا إذا ماذا ننتظر نحن كما ذكرت لك يا عبد الله لم يبق من العلامات الصغرى إلا النادر وهذا النادر ربما لن يكون إلا مع العلامات الكبرى كهدم الكعبة وكخروج الريح وكغيرها من العلامات لن تكون هذه ربما إلا مع العلامات الكبرى بل نجزم بهذا سوف تكون هناك حروب وملاحم وقتال شديد ويكثر الروم ويتقاتل المسلمون معهم ثم يغدرون وبعد أن يغدروا يا عبد الله تكون هناك فتن وملاحم بين المسلمين وبين النصارى الصليبيين الحاقدين ملاحم وينتشر فيه الجهاد في سبيل الله وسوف يكون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه سيموت في آخر الزمان يكون هناك اختلاف عند موت خليفة يموت حاكم من الحكام خليفة من الخلفاء يموت فيحصل بين الناس اختلاف وتناحر ونزاع فيخرج رجل من أهل المدينة قال يخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة انتبه وضع عينيك على هذا الرجل وتتبع أخباره قال فيأتيه ناس يأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كارح يدفعونه دفعا هو لا يرضى الناس يعرفونه أهل العلم الدعاء الصالحون أهل الدين يعرفون أن هذا الرجل هو المقصود وهو المعني وهو الذي سيبدأ به الرب جل وعلا علامات الساعة الكبرى فيخرجونه وهو كارح أن يدفعونه للبيع قم يا رجل قم بايع الأمة الأمة تحتاج إلى القائد الأمة تحتاج إلى من يقودها للجهاد في سبيل الله النصارى يقتلون اليهود يسفكون قم يا رجل والمسلمون مختلفون على الكنوز وعلى الثروات وعلى الأموال قال فيبايعونه بين الركن والمقام بين الركن حجر والمقام ثم يبعث إليه بعث من الشام جيش يخرج إليه ليقاتله فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة إذا سمعت بهذا جيش الخسف به بين مكة والمدينة ورجل يبايع الناس عند الكعبة فأسرع يا عبدالله قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق يعني مشرق المدينة فيبايعونه ويأتي من قبل المشرق قوم معهم رايات سود يخرجون ليقاتلون في سبيل الله يخرج إليه أهل مصر وأهل الشام وأهل العراق وأهل اليمن والمسلمون المجاهدون المخلصون الصادقون يخرجون من الدنيا بأجمعها كلهم يلبون لبيك اللهم لبيك يخرجون يريدون الجهاد في سبيل الله وبهذا تبدأ علامات الساعة الكبرى قبل أن تبدأ العلامات الكبرى ستكون هناك حروب وفتن وملاحم ملاحم كبرى وسوف يقف المؤمنون أولا بينهم وبين النصارى بين بني الأصفر تكون هناك معاهدة وهدنة ويقاتلونهم مع النصارى مع الروم عدوا من ورائهم ولم يسمي النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العدو هل سيكون هذا العدو هم الشيوعيون هم الهندوس هم الصينيون هم الملحدون هم الله أعلم من العدو الذي سوف نقاتل مع الروم هذا العدو ثم بعد أن ينهزم هذا العدو يغدر النصارى وهذه عادتهم وهذه طريقتهم فإذا غدروا يكون بين المسلمين وبين النصارى مقتلح وملحمة كبيرة يأتي النصارى بجيش يقرب من المليون جيش يقول عليه الصلاة والسلام يأتونكم تحت ثمانين غاية يعني مثل الراية ربما تكون ثمانين دولة ثمانين سري الله أعلم ثمانين راية قال تحت كل غاية يعني كل راية اثنى عشر ألفا ولو حسبتهم سوف يكون ما يقارب المليون إذن نهاية العالم قتال في سبيل الله وجهاد لنصرة الإسلام والدين من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فأولئك الذين يزعمون أن الجهاد قد انتهى وأن الإسلام ليس فيه جهاد وأن القتال والجهاد هذا مما مضى عليه وعفى عليه الدهر وأن الإسلام يجب أن نعيش بسلام مع الحضرات ومع الأديان كلها نقول لهم هم مساكين هم يخالفون سنن الله الكونية والشرعية وهم ربما ما قرأوا هذه الأحاديث ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من نفاق فيبدأ القتال وتبدأ المعركة وكما ذكرنا لكم في المحاضرة الماضية أن في هذه الأزمنة وفي ذلك الوقت يظهر رجل اسمه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام واسم أبيه كاسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام يعني اسمه محمد بن عبد الله وهذا الرجل الحسن بن فاطمة يعني ابن علي فهو حسني فاطمي علوي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وليس كل من ادعى أنه والمهدي في هذا الزمن نصدقه ونتبعه لا له علامات وأخبر النبي أنه يخرج في زمن ملئ ظلما وجورا ظلم ينتشر في الأرض أسألكم بالله يا من تسمعوني الآن هل الأرض اليوم ملئت عذلا ملئت قصطا أم ملئت ظلما وجورا والله نحن ربما نكون في هذا الزمن والعلم عند الله جل وعلا والعلم عند الله ربما يكون الدجار الآن موجود ربما يكون المهدي مولود ربما هذه الأمور مجهزة لا تقول يا شيخ أنت تبالغ أنا أقول لك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ظن أن أبن صياد هو الدجال في زمنه أخبر الصحابة إن يعيش يعني إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجي جهدونكم يعني ربما يخرج الدجال وأنا حي إذن ما لذا نقول اليوم وربما تكون الألامات الساعة الكبرى الآن ليس يعني بيننا وبينه إلا قاب قوسين أو أدنى والعلم عند الله عز وجل وحده يخرج هذا الرجل المهدي ويبدأ الناس يبايعونه وكما ذكرت لكم يخرج على إثر موت خليفة ويختلف على الحكم وعلى الملك ثلاث كلهم أبناء خليفة ويبدأ الناس يختلفون فيخرج هذا الرجل وهو المهدي لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وهذا الرجل أجلى يعني ينحسر شعره عن مقدم رأسه شكله إدارة تعرف شكل المهدي يعني شعره ارتفع عن رأسه قليلا وأقنى يعني احدودب أنفه يعيش هذا الرجل في الأرض سبع أو ثماني سنين وأكثر في عهده الخير ويتوافد الناس إليه الآن الناس المسلمون في العالم يبحثون عن الجهاد في سبيل الله ويتمنون القتال في سبيل الله لكن ينتظرون قائدا يقودهم نحن لا نقول انتظر المهدي ولكن نقول في زمن المهدي الناس يقدمون من الأرض كلها يريدون الجهاد في سبيل الله فيتوافدون إليه يبايعونه على القتال فهو الرجل الذي يقود الناس يقاتل النصارى فيصير قتال يقول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تقاتلون الروم قتالا شديدا يوم لا يقسم مراث ولا يفرح بغنيمة يقاتل الناس ويجتمع الروم يعني في الشام يجبع النصارى جيشهم في الشام ليقاتلوا أهل الإسلام يقول وتكون عند ذلك القتال ردة شديدة يعني الناس يكونون في ذلك اليوم في الصلاة إما في الصلاة إيمان لا نفاق فيه أو في الصلاة نفاق لا إيمان فيه يعني حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سمى تلك الفتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمح فإذا قيل انقضت تمادت يعني الناس تقول خلاص انتهت الحروب وانتهت الفتنة كلما قالوا هذا ازدادت الفتنة واشتد القتال ونسأل الله العافية في ذلك الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا في ذلك اليوم لا يتخلف عن الجهاد إلا معذور يعني أعمى أو أعرج أو مريض أو غيره أو يكون من أهل النفاق والعياذ بالله والمسلمون يقاتلون حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبه فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل يعني بين المسلمين والروم والنصارى وهؤلاء كل غير غالب يعني يصير قتال شديد وما أحد يغلب ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم هكذا كلما يصير قتالا شديدا يقول حتى إذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام يعني أهل الإسلام ينهدون كل ما عندهم يخرجونه يقول فيجعل الله الدبرة عليهم يعني يهزم أهل الروم والنصارى ويتقدم المسلمون وربما يكونوا في ذلك اليوم في ذلك الزمان تفتح القسطنطينية إسطنبول مرة ثانية ثم يتقدم أهل الإسلام ويدخلون إلى أوروبا الله أكبر في ذلك الزمان تتقدم الجيوش الإسلامية فتفتح أوروبا وتتقدم وتتقدم حتى يصلون إلى إيطاليا تعرفون ما إيطاليا؟ يعني هو مقر الفتكان يعني مقر النصارى علماؤهم أحبارهم رهبانهم يعني رؤساؤهم في إيطاليا اليوم روما ويفتحها المسلمون الله أكبر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يتقدم المسلمون يدخلون إلى أوروبا في ذلك الوقت ربما الشيطان الآن خاف ويخاف أن أوروبا كلها تفتح والناس يدخلون في دين الله فيصرخ فيهم يصرخ فيهم أن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم تخيلوا المنظر المقاتلون خرجوا للجهاد في سبيل الله تركوا من؟ تركوا نساءهم؟ تركوا أطفالهم؟ تركوا أهاليهم؟ والضعفاء والمساكين هم الذين بقوا في بلادهم؟ والشيطان يصرخ أن الدجال قد خرج خرج الدجال وزوجتك في بيتها أولادك لوحدهم أطفالك هم الذين بقوا طبعا الآن سرايا المسلمين وطلائعهم توقفت الدجال خرج الآن وقت كل واحد يذهب إلى بيته هذه أعظم فتنة على وجه الأرض الآن خرجت الآن هذه الفتنة التي أخبر بها النبي من سمع بها فليأنا عنها يهرب الآن الواحد خايف على أهله وعلى أولاده وعلى بيته فيرسل المسلمون طليعة تتأكد من الخبر هل صحيح أن الدجال خرج أو لم يخرج فيبعثون عشرة فوارس طليعة يعني يتأكدون من الخبر يقول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ الله أكبر خير الناس في ذلك الزمان يسرعون الشيطان ذكر هذا ليوقف الجهاد ويوقف الفتوحات ولكن لما يرجع المسلمون إلى الشام ويتأكدون من الخبر فإذا بالدجال يخرج في ذلك الزمان يخرج من غضبة يغضبها يغضب الدجال كيف تفتح البلاد وكيف يقبل الناس على الدين وكيف ينتشر الجهاد في سبيل الله فيغضب الدجال غضبة فيخرج والعياذ بالله أعظم فتنة على وجه الأرض إنه من؟ إنه الدجال نسأل الله أن يعيدنا وإياكم منه من الذي سيثبت؟ يثبت الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إنه من ابن آدم يدعي أولا النبوة ثم تظهر على يديه كرامات ثم ينتج رصيته في الأرض ثم يدعي أنه هو الرب والعياذ بالله رجل قصير أثحج متباعد الفخذين جعد كثير الشعر أعور رجل أعور وإن ربكم ليس بأعور لا ولد له ولا ذرية له له جسم رجل جسيم أجل الجبهة أجل الجبهة أي واسع الجبهة عريض النحر يخرج من بلدة تسمى أصبهان يخرج معه سبعون ألفا من اليهود يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه نحو المشرق لما جاءه تميم الداري وأخبر أنه رآه في جزيرة من الجزر في بحر من البحار قال النبي أولا إنه من قبل اليمن ثم قال لا لا إنه من قبل الشام ثم قال لا ثم قال ألا إنه نحو المشرق ألا إنه في بحر العراق وأنا أسألك وفكر أين يقع بحر العراق العراق والمقصود به مشرق المدينة وأي بحر يكون في مشرق المدينة لا يخرج الدجال تعرف متى يخرج الدجال يخرج الدجال والناس في ذهول عن ذكره الناس ليسوا في خبر الدجال ولا يتذاكرون الدجال ونسوا قضية الدجال وفتنة الدجال حتى يتركوا ذكره على المنابر نسأل الله العافية وذلك في الفتنة التي ذكرناها فتنة الدهيماء والناس في فصطاطين فصطاط إيمان وفصطاط نفاق والجهاد قائم والناس يقاتلون في سبيل الله يقول النبي في ذلك اليوم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده نسأل الله عن يعافينا وإياكم تظنون الدجال القضية سهلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة قال من سمع به فلينأى عنه ليهرب من الدجال ولا يواجهه يزعم أنه قوي الإيمان وأن عنده علم وأن يعرف أن هذه فتنة لن يستطيع عليه إلا يا عبد الله إن سمعت به في بلد خذ أهلك وخذ أولادك أهرب إلى أي بلد تريد وهرب من الدجال والمصيبة الكبرى أنه يسير في الأرض كلها بأربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم ولا يدع أرضا في الأرض إلا وطئها إلا مكة والمدينة وقيل وجاء في الحديث المسجد الأقصى ومسجد الطور لا يستطيع أن يدخلها يسير في الأرض معه فتن لا يعلم بها إلا الله عز وجل من خوف الناس في ذلك الزمان وخوف أهل الإيمان يفرون من الدجال إلى الجبال أهرب يا عبد الله إلى الجبال وادخل في شعابها خذ أهلك الناس في ذلك الزمان الرجل يربط أهله امرأته زوجته يربط نساءه في سارية في بيته يخاف يخاف أن يتبع أهله الدجال نسأل الله أن يعافينا وإياكم تقول يعني أم شريك تقول يا رسول الله فأين العرب يومئذ يعني أين المقاتلون أين المجاهدون أين أهل الإيمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام هم يومئذ قليل هم يومئذ قليل نسأل الله أن يعافينا وإياكم نسأل الله لا ليفتننا فتنة الدجال يقول النبي من سمع به في أرض فلينأ عنه طيب لو لا قدر الله واجهني الدجال لو رأيته لو جاء إلي وإذا بي أجده أمامي ماذا أصنع ماذا أفعل أثبت يا عبد الله الدجال خارج فيكم اسمع للحديث الدجال خارج فيكم طبعا أول ما يظهر أمره خل بين الشام والعراق في طريق بين الشام والعراق ينتشر صيته وربما تسمع في الأخبار وتتناقل الصحف وربما تنتشر الأخبار بين الناس الدجال خرج الدجال خرج طيب لو واجهته ماذا أصنع ماذا أفعل قال عليه الصلاة والسلام فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا اثبت على الإيمان الله عز وجل تعرف صفاته يا عبد الله والدجال أعور علم أولادك من الآن أخبرهم صفات الدجال وأخبرهم أنه سوف يظهر وليست هناك فتنة في الأرض كفتنته فإذا واجهته استعذ بالله من الشيطان ثم ابدأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن اقرأ أنت وأولادك وأهلك سورة الكهف اقرأ أوائلها اقرأ أواخرها واستشعر الآيات وأنت تقرأها فإن الله سيعصمك منه يا عبد الله ثم علم أن الدجال عنده فتن لا تقل سوف أذهب لواجهه وأتصدى له يا عبد الله عنده فتن عظيم من فتنته انظر لبعض فتنه من فتنه والعياذ بالله أن من آمن به رزقوا بالخيرات والثمار والثمار وأمطرة السماء طيب هذه فتنة ومن كفر به من كفر به أجدبت أرضهم وأمسكت السماء وأصيبوا بالفقر والجوع والعطش طبعا الناس تتداول هذه الأخبار تقول الناس من آمن بالدجال رزق بالخيرات ومن كفر به حرم من هذه الخيرات اليوم فتنة الناس ما هي فتنة الناس في الدنيا يريدون فقط الخيرات والأموال والثمرات ليفكرون بالإيمان بالله عز وجل أو بغيري كيف بأيام الدجال نسأل الله العافية هذه فتنة عنده فتنة أخرى يا عبد الله عنده جنة ونار ناره جنة وجنته نار الآن تسمع كلامي وربما يعني تقول لا أنا أعرف إن شاء الله جنة نار ونار جنة لكن لو رأيت أمام عينيك النار بيده نهر من نار ماذا ستفعل يا عبد الله نار تلظى جحيم يا عبد الله من كفر به ألقاه بالنار ومن آمن به دخل هذه الجنة ماذا ستصنع يا عبد الله لو رأيت هذه الفتنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني من رأى هذا قال فليأتي ناره هذه النار قال وليغمض يعني أغمض عينيك يا عبد الله لأنك ما رح تتحمل وليغمض ثم ليطأطئ رأسه ثم ليشرب منه ماء بارد الله أكبر من يستطيع أن يتحمل هذا من يستطيع يا عبد الله أن يثبت في ذلك الموقف إلا من ثبته الله جل وعلا استعين بالله اصبر يا عبد الله اثبت يا أمة الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم لعلكم بل عنده فتنة ثالثة عنده فتنة كثيرة من فتنه والعياذ بالله أنه يأتي إلى الإنسان فيقول له تؤمن بي يقول له لا أنا لا أؤمن بك أنت الدجال فيقول له أرأيت إن أحييت أمك وأباك إن أحييت أمك وأحييت أباك طبعا الدجال ليس لوحده معه عشرات الألوف جيوش تسير معه وهو يسير كالغيث إذا استدبرته الريح كالسحاب والريح ترسلها ويسير في الأرض كلها ليس أرضا إلا يطاؤها الأمر عظيم والفتنة كبيرة يقول للرجل أرأيت إن أحييت أباك وأمك أتؤمن بي فيقف الرجل هل صحيح يستطيع أن يحيي أبي الذي يعني مات منذ سنين طويلة وأم التي ماتت منذ سنوات طويلة فجأة تخرج أمه من قبرها ويخرج أبوه من قبره فتقول له أمه ويقول له أبوه يا بني يا بني قد رأينا ما لم ترى اعبده فإنه ربك نسأل الله العافية شيطانان يتمثلان بصورة أمه وأبيه فيقولان للرجل يا بني يا بني أطعه فإنه ربك تدارك نفسك يا بني يا عباد الله فاثبتوا يا عباد الله فاثبتوا فتنة في الأرض لا تمر على الأرض مثل هذه الفتنة والناس يتحصنون بالجبال تقول لي أين المجاهدون لما لا يقاتلونه تقول لي أين المؤمنون المرابطون أين هم أين هم إما متحصنون بالجبال أو اختبأوا في بيوتهم أو تحصنوا بمكة أو بالمدينة بل يذهب الدجال يريد أن يدخل المدينة والعياذ بالله يريد أن يدخلها لكنه لا يستطيع فيقف عند جبل من جبالها وشعب من شعابها فيرى المسجد النبوي اسمع لي هذا الكلام اليوم المسجد النبوي بني يا عبد الله إذا رأيته من بعيد فإنه أبيض أليس كذلك أبيض صور من بعيد بصور كثيرة ثم إذا رأيت منظره اليوم والله كأنه قصر من القصور اليوم المسجد النبوي من رأى توسع الجديدة يراه بأنه قصر أبيض هذا الوصف هو الذي سوف يذكره الدجال يقول لأصحابه وجنوده أترون هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون طبعا يريد أن يدخل المدينة ما يستطيع تستقبله الملائكة بالسيوف تمنعه يخرج شاب من أهل المدينة من خير الناس فيقول للناس هذا هو الدجال الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي إليه فيضربه بالسيف جزلتين يقطعه نصفين فيمشي الدجال بين هذين النصفين ثم يقول له قم فيقوم مرة أخرى طبعا هذا كل بإذن الله عز وجل يرى الناس يختبر الناس فيقول له الدجال أتؤمن بي الآن فيقول لا والله أنت الدجال مزدت بك إلا بصيرة أنت الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام فيريد الدجال أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه لا يستطيع ويسير الدجال في الأرض ويفتن الناس ويقتل من يقتل ويحرق من يحرق ويفتن من يفتن والناس معه جيوش يعني تخيل الأرض في ذلك الزمان هل يهنأ الناس بعيش هل الناس في ذلك الزمان يبحثون عن أموال أو عن تجارات لا والله إما مؤمن يحفظ إيمانه وإما كافر قد انغمس في كفره ليس بين هذا وذاك شيء فيتبع الناس إلى فلسطين يريد أن يقاتلهم يريد أن يقتلهم فيتحصن الناس في بيت المقدس يتحصن المؤمنون ويحصرهم في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا الآن يريد أن يدخل بيت المقدس ما يستطيع والناس قد زلزلوا وخافوا وارتجفوا يعني ماذا يفعلون وماذا يصنعون واليهود قد تجمعوا مع الدجال في فلسطين يريدون أن يقتحموا بيت المقدس والمؤمنون فيه كل قد حافظ على دينه يريدون القتال في سبيل الله وهم في ذلك الوقت قد تجمع بعض المسلمين وكثيرون منهم قد تجمعوا في دمشق يفكرون بالجهاد الآن ويريدون القتال يريدون أن يتحصنوا مع بعضهم البعض ماذا يصنعون ماذا يفعلون والمهدي في ذلك الزمان معهم وهم في ذلك الوقت قد أذن الفجر ويصلون عند المنارة الشرقية في الجامع كما قال بعضهم في الجامع الأموي الآن الذي هو موجود في الشام قد الناس توافدوا لصلاة الفجر والمؤذن قد أذن الله أكبر الله أكبر في ذلك الزمان إما أنت من أهل صلاة الفجر وإما أن تكون من أتباع الدجال والعياذ بالله أو ربما تكون من أهل النفاق والضلال فإذا بالناس يتوافدون إلى صلاة الفجر فإذا بهم يسمعون أن الغوث قد جاءكم أن الغوث قد جاءكم يا أيها الناس يا أيها الناس أتاكم الغوث أتاكم الغوث فيقول الناس ما الخبر ما الخبر فإذا بعيس بن مريم ينزل على أجنحة ملكين الله أكبر والناس تنظر من هذان الملكان ولم ينزلان الآن علينا إن على أجنحتهم عيسى بن مريم قال الله جل وعلا وإن من أهل الكساب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أين الدجال الآن في فلسطين تحصنه هو واليهود وأتباعه من الضلال المشركين الكفار وبعض المسلمين في بيت المقدس يتزلزلون متحصنين في بيت المقدس وجيش من المسلمين الآن في الشام في دمشق ومعهم المهدي وعيسى بن مريم قد نزل وأقام الناس صلاة الفجر فإذا بعيس بن مريم يدخل في الصلاة فيقول المهدي لعيسى تقدم تقدم يا نبي الله فيقول عيسى بن مريم لا أن تصلي بالناس إمامهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإمامكم منكم ينزل عيسى بن مريم رجل إذا تأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ جمان كاللؤلؤ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأرجو إني لأرجو أن يطال بي في العمر فألقى عيسى بن مريم قال فإن عجل بي موتي يعني إذا ميت قبل أن أجد عيسى بن مريم فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام فليقرئه مني السلام الله أكبر من هذا إنه عيسى بن مريم يا عباد الله الناس الآن كلهم فرحون كلهم مستبشرون بعد الخوف الذي أصابهم بعد الرعب الذي نزل بعد الفتنة العظيمة التي جاءت من الدجال طبعا كل أربعين يوم هذه الفتنة والمهدي لا يمكث في الأرض إلا سبع سنين أو ثماني وكذلك عيسى بن مريم كلها سنوات قليلة معدودة وإي بعد أن يصلي المؤمنون الفجر ماذا يصنع عيسى بن مريم يقوم عيسى بن مريم في الناس فيأخذ حربته أي يبدأ القتال في سبيل الله من يقودهم إنه نبي الله إنه عيسى بن مريم روح الله وكلمته فإذا به يبدأ القتال عيسى بن مريم لا يحل لكافر يراه إلا ويموت يذوب كما يذوب الملح في الماء لا يحل لرجل كافر يجد نفسه إلا ويموت إنه نبي الله فأخرج المؤمنون يكبرون ويبدأ الجهاد في سبيل الله ويبدأ القتال فيذهب عيسى بن مريم إلى فلسطين وإذا بالدجال يسمع بالأمر وإذا باليهود يريدون القتال لكنهم لما يسمعون أن عيسى بن مريم مع المؤمنين يختبئون خلف الأحجار ويختبئون خلف الأشجار ويبدأ المسلمون يقتلون فيهم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله فتعال فاقتله الله أكبر إنه الجهاد في سبيل الله إنه القتال وفي النهاية يرى عيسى بن مريم الدجال من بعيد فيبدأ الدجال بالذوبان يهرب يريد الخلاص ويبدأ يذوب ويذوب لكن يسلط الله عز وجل عيسى على الدجال فيضربه ضربة برمحه فيقتله بها الله أكبر الله أكبر قل جاء الحق قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربما تكون يا عبد الله أنت في جيش عيسى ربما تقاتل مع المهدي ربما تقاتل في سبيل الله ويكتب الله عز وجل نصر الإسلام على يديك لما لا عبد الله تجحز من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق وبعد أن ينتصر المسلمون ويقتلون اليهود في مقبرتهم وينتشر الخير بين الناس إذا بالله عز وجل يقول لعيسى يا عيسى يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم لا تستطير لا أنت يا عيسى ولا غيرك لن يستطيع على قتالهم يا عيسى حرز عبادي إلى الطور حرز عبادي إلى الطور يا عبد الله آيات آيات ربما نراها وربما نشاهدها إلى متى يا عبد الله ما تعتبر إلى متى تنتظر فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أشراط الساعة كلها تقريبا قد وقعت يا عبد الله لم يبق إلا هذه الكبرى التي أقولها لك الآن تصور ذكرنا الآن الدجال وذكرنا المهدي وذكرنا عيسى بن مريم عيسى لا يمكث في الأرض إلا سبع سنين لما رفع كان عمره ثلاثة وثلاثين سنة ثم يمكث في الأرض سبع سنين أي يموت وعمره أربعون عاما وفي زمن عيسى يخرج أجوج وما أجود ويموتون إذن كل هذه العلامات الكبرى في سنوات قليلة يا عبد الله ثم ماذا تنتظر تنتظر اليوم الذي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فإذا بعيسى يخبر الناس أيها الناس أيها الناس هلم معي اذهبوا معي سيروا معي إلى أين يخرجون إلى رؤوس الجبال يذهبون إلى الجبال يجلسون فيها يتعبدون الله جل وعلا يصلون ويسجدون ويركعون يستغيثون بالله جل وعلا تعرف من الذي خرج إنهم قوم يأجوج ومأجوج خرجوا ليفسدوا في الأرض فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء السد الذي بناه ذو القرنين الذي بدأ ينخر وبدأ قوم يأجوج ومأجوج منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم يحفرونه حتى قال النبي فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدرها كذا وحلق السبابة مع الإبهام أي بدأوا بالحفر وبدأوا بهدم السد في ذلك اليوم وعيسى في الأرض ينتصر على الدجال يخرج الله عز وجل يأجوج ومأجوج حتى إذا فتحت حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا ظالمين يخرج يأجوج ومأجوج في الأرض فلا يدعون فيها أخضرا ولا يابسا ولا إنسانا ولا حيا إلا سفك دمه وقتلوا من قتلوا وأكلوا ما أكلوا حتى يأتون على بحيرة كاملة فيشربونها فيأتي آخرهم لا يرى في البحيرة شيئا أين المؤمنون يستغيثون الله عز وجل على رؤوس الجبال تخيل الرجال والنساء والأطفال كلهم قد تجمعوا على رؤوس الجبال وعيسى بن مريم معهم يدعون الله جل وعلا ويستغيثون ربهم جل وعلا ولا يعرفون ما الذي يحصل في الأرض وما الذي يحدث ويأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض لا يدعون شيئا إلا أفسدوه ويفسدون في الأرض ويخربون ما يخربون ثم يظن يأجوج ومأجوج أنهم قد قضوا على أهل الأرض جميعا فيقولون بقي الآن أهل السماء فيرمون سهامهم ونشابهم إلى السماء فترجع السهام عليهم قد ملئ الدماء فيقولون شوفوا انظروا كيف يفتنهم الرب جل وعلا يقولون قضينا على أهل الأرض ولم يبقى إلا أهل السماء ثم يبتليهم الرب جل وعلا بدود يسمى النغف النغف دود يرسله الله عز وجل عليهم فيقتلهم جميعا فرسا صرعا كنفس واحدة كل يأجوج ومجوج يموتون كموت رجل واحد بأي جندي لم يرسل الله عز وجل عليهم جيشا ولا ملائكة ولا جنودا من السماء بل يرسل عليهم دودا وما يعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو فإذا بهم يموتون الآن عيسى بن أمر يم ما يدري ما يدري ما الذي حصل وما يدري ما الذي جرى فيقول للناس من ينزل من ينزل فيأتينا بالخبر فيخرج رجل من خير الناس يومئذ فينزل من الجبال ويأتي إلى الأرض فيرى الجثث متناثرة ويرى الجيف ويرى نتنهم قد يعني زهمهم وقد أنتنت الأرض بجيف يأجوج ومأجوج فيرجع مرة أخرى فيبشر عيسى بن مريم ويبشر المؤمنين فينزل المؤمنون مرة أخرى وتضعوا الحرب أوزارها وينزل المؤمنون مرة أخرى إلى الأرض فيرون الجثث ويحمدون الله جل وعلا ثم يدعو عيسى بن مريم ربه يعني يا رب خلصنا من هذه الجثث من هذه الجثث من هذا النتن من هذه الرائحة فيرسل الله عز وجل طيرا أعناقها كالإبل تحمل الجثث تخيل المنظر تحمل الجثث أمام المؤمنين تحمل الجثث فترميها في البحار ثم يرسل الله عز وجل مطرا من السماء ويغسل الأرض هذا المطر ثم تخرج الأرض كنوزها وخيراتها وينتشر الخير في الأرض ويحكم فيهم عيسى بن مريم في ذلك الزمان يكسر عيسى بن مريم الصليب ويقتل الخنزير ولا جزية في ذلك الزمان إما الإسلام وإما القتل ويحج عيسى بن مريم إلى بيت الله يحج إلى المسجد الحرام ويهل بالبيت وإذا الخير ينتشر ثم يموت عيسى بن مريم ثم ماذا يحصل للناس يرجع الشر مرة أخرى وينتشر الشر مرة ثانية فجأة والناس يعيشون ويلتهون بدنياهم يسمع الناس بأن هناك دابة قد خرجت عند الحرم في مكة خرجت دابة ما قصة هذه الدابة دابة تتكلم حيوان يكلم الناس ومعه خاتم سليمان وعصى موسى تأتي هذه الدابة إلى الكافر إذا رأت كافرا فتخطمه بالخاتم فيتبين فيه علامة على أنفه أنه كافر وإذا رأت مؤمنا جلت وجهه بالعصى فإذا الناس يعيشون ويقولون للرجل يا كافر ويقولون للرجل يا مؤمن يا ويله من ختمت على أنفه بأنه كافر ويا حسن وحسن الرجل وسعادة الرجل الذي جلت وجهه على أنه مؤمن أي دابة هذه وماذا يحصل في الكون وأي نواميس يعيشها الناس ما الذي يحصل ما الذي يجري وإذا وقع القول عليهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الدابة تتكلم تقول للناس أنهم بآيات الله لا يوقنون فتختم على هذا وتجل وجه هذا حتى يقولون يعني من سرعتها أنها تجوب الأرض بلمح البصر نسأل الله أن يعافينا وإياكم أما الآن العلامات التي سنذكرها هذه الآن خلاص على خراب العالم سوف تكون وسوف تكون في النهاية الأخيرة وهذه العلامات تكون على قرب ووشك النفخ في الصور هذه لا نعلم ترتيبها ولكنني سوف أسردها لكم سردا فجأة الناس ينظرون في السماء ما الذي يحدث ما الذي يجري حيوان يتكلم بل الجماد يتكلم في آخر الزمان ما الذي يحصل بين الناس العلم ارتفع المصحف قد ارتفع بل أكثر من هذا وذاك يا عباد الله يأتي على الناس زمان الكعبة تهدم حجرا حجرا بل هذا المسجد النبوي الذي ترونه اليوم يعج بالمصلين بالمعتكفين يأتي عليه زمان لا يدخل فيه إلا الكلاب والسباع حتى يمر الرجل فيقول قد كان في هذه حاضر من المسلمين ما الذي يحدث في الأرض ما الذي يجري يا عبد الله تدارك الأمر يا عبد الله أسرع إن لم تحج فحج إن لم تعتمر فاعتمر إن لم تزر المسجد الحرام فزره يا عبد الله إن لم تحفظ شيء من القرآن فاعتكف على القرآن وقرأ القرآن لا تكن لا تكن كما قال الله عز وجل فيهم اقترب للناس اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الكعبة ستهدم وكنزها سيخرج والمدينة ستهجر والمسجد النبوي يأتي عليه زمان لا يصلي فيه أحد ويخرج على الناس في السماء دخان دخان فيه عذاب شديد فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يغشى الناس هذا عذاب أليم إذا رأى الناس هذا الدخان تعرف ماذا يقولون كل الناس راح تؤمن لكن هل ينفع الإيمان في ذلك اليوم ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون تدارك نفسك يا عبد الله علامات الساعة الكبرى إن ظهرت واحدة فإن البقية تتلوها بسرعة بادر بالأعمال في تننك قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبع دينه بعرض من الدنيا يوم من الأيام يوم لم يمر بالدنيا يوم مثله أتعرف أي يوم هذا يوم يصبح فيه الناس في الأرض وقد طلعت الشمس من مغربها لا إله إلا الله أي يوم هذا طلع على الأرض والله لو بكى الناس دما والله لو خروا سجدا والله لو فعلوا ما فعلوا فإن الله عز وجل قد أغلق باب التوبة عليهم يوم يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إذا رأى الناس هذا المنظر ربما تكون الدابة في نفس اليوم يعني ربما تكون الدابة أو طلوع الشمس أو هذه الأمور في نفس اليوم في يوم واحد ربما يقع هذا كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأىها الناس أي رأوا الشمس طلعت من مغربها طبع الحياة مستمرة لا زالت يقول آمن الناس جميعا لكن هل ينفع نفسا إيمانها والله لو بكى الزنا ولو تاب أهل المخدرات ولو دمعت أعين أهل الربا ولو سجد تاركيو الصلاة فإن الله لا يقبل توبة أحد منهم قال الله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا عبد الله بادر بالتوبة من الآن لا تقول إذا رأيت هذه العلامات سوف أتوب أقول لك علامات الساعة الكبرى والله لن يثبت فيها إلا الصادقون إلا المؤمنون حقا إلا الذين دخل الإيمان في قلوبهم إلا الذين خالط الإيمان نفوسهم إلا الذين قرأوا القرآن وحافظوا السنة يا عبد الله من الآن استعد سوف يكون في آخر الزمان تسمع بخسوفات نعم خسوفات كثيرة وقعت في الأرض لكن في آخر الزمان سوف تقع ثلاث خسوفات عظيمة منها خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ما الذي يحدث نواميس الكون تختل ما الذي يجري القوانين بدأت تختل يا عبد الله ما الذي يحدث الأرض تتبدل الشمس تخرج من مغربها الحيوانات تتكلم الجماد ينطق الدخان يخرج في السماء الأرض تنخسف الزلازل تكثر الكعبة هدمت المصاحف رفعت الأرض لا يقع فيها لا يوجد فيها حتى من يقول الله الله المؤمنون قبضت أرواحهم تخرج ريح من اليمن تقبض أرواح المؤمنين لم يبقى في الأرض إلا شرار الناس يا ويل يا ويل من لم تقبض روحه إذن بقي مع شرار الناس إذن بقي مع الذين سوف تقوم الساعة عليهم بقي مع الشرار الذين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يا عبد الله تجهز من الآن يا أخي الحبيب أدرك نفسك من الآن احرص على التوبة احرص على القرآن أكثر من الأذكار استغث بالله علم أولادك علم أهلك ذكرهم بما ذكرتك به الآن أخبرهم أن الساعة قد اقتربت أخبرهم أن القيامة قد أوشكت أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أخبرهم أن الساعة قريبة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ثم فجأة تخرج على شرار الناس نار من اليمن نار عظيمة تخرج ثم تسير في الأرض ثم تجري في الأرض نار تحشر الناس تبعد الناس تخوذ الناس والناس ينقسمون على طرق وأفواج فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون عندهم دواب يسرعون يهربون من هذه النار إلى أي جهة طبعا النار تخرج من الجنوب من اليمن وتحشر الناس إلى الشام تأكلهم أكلا تحشرهم وتخوفهم إلى الشام فيسرع الناس منهم من عندهم المراكب والدواب ومنهم فوج يمشون تارة ويركبون تارة اثنان على بعير ثلاثة على بعير أربع على بعير يركبون تارة هذا تارة يمشي وهذا تارة يركب ويهربون ربما يصبهم شيء من النار لكنهم ينجون وصنف تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم فتأكلهم النار ثم يسيرون ثم يسيرون إلى الشام طبعا في ذلك اليوم لا في مصاحف ولا في صلاة ولا في عبادة ولا في أهل إيمان ولا يقال في الأرض حتى كلمة الله لا ينطق بها في الأرض لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس فيهرب الناس ويهربون ويسيرون فإذا بهم يجتمعون في أرض الشام في ذلك اليوم يأذن الله عز وجل بنهاية هذه الدنيا وبنهاية التاريخ بأن يقف الزمن وبأن ينتهي كل شيء كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يا ويل من كان مع شرار الناس وشرار القوم فتقوم الساعة على رأسه عبد الله أول عليه الصلاة والسلام كيف أنعم ونافخ الصور قد التقم القرن يعني مستعد متى يؤذن له فينفخ في الصور يقول كيف أنعم بعيش وكيف يهنأ لي بال وكيف يقر لي قرار ونافخ الصور الآن مستعد لأن ينفخ في الصور عبد الله هذه ذكرى وهذه موعظة أنا أجزم بأن الساعة قريبة وأنا أعلم أن الساعة قد اقتربت فالقمر قد انشق وأكثر العلامات الصغرى قد وقعت وربما بعض العلامات الصغرى لن يقع الآن إلا مع العلامات الكبرى ونحن الآن نستعد لنهاية التاريخ ولزوال هذا العالم لا تجلس وتقول لي إذن الآن أنتظر قيام الساعة ولن أفعل شيئا بل اجتهد بل كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه قال إذا كان بيد أحدكم فسيلة وسمع نافخ الصور ينفخ فليغرسها أي ليفعل العمل الصالح وبادروا بالأعمال قل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إن عاملون اعمل يا عبد الله ولا تقول أنتظر قيام الساعة اعمل بطلب العلم بالدعوة إلى الله بالصلاة بالعبادات استعد يا عبد الله لقيام الساعة بالعمل الصالح بطلب العلم بنشر الخير بل اعلم أنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا تقول إذن بعد هذه المحاضرة ماذا نفعل وماذا نصنع لما نعمل ولما نتكسب ولما نجتهد ولما نطلب العلم ولما ندرس ولما نفعل ولما نفعل أقول لك يا عبد الله بادر بالعمل حتى ولو كانت الساعة ستقوم الآن اعمل يا عبد الله واشتهد وتب إلى الله جل وعلا إياك 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 أن تأتي هذه العلامات ولم تستعد لها فإن أهل الجهاد ليسهم أهل الغناء والطرب ليس هم الذين يتركون الصلاة ويهجرون القرآن وقل ذكرهم لله ليسهم أهل الربا والزنا والخمور والفواحش أهل الجهاد في سبيل الله هم الذين جاهدوا أنفسهم في سبيل الله جل وعلا ثم قاموا ينصرون دين الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفسهم ما قدمت لغد واتقوا الله وانصحك ختاما أن تعلم أولادك وأهلك وأحبابك والناس تعلمهم ما قلته لك من هذه العلامات ومن هذه الأشراط حتى يكون الناس على علم ويتجحزون وإذا رأوا هذه الآيات وهذه العلامات ازداد إيمانهم وازداد يقينهم بالله جل وعلا وازدادوا إيمانا بربهم تبارك وتعالى ويستعدوا الناس من الآن بالتوبة وبالاستعداد للقاء الله جل وعلا أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ديننا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أسأل الله جل وعلا ينفعنا وإياكم بما ذكرت وصل الله وسلم على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين